بين الشقيق وشقيقه وعلى امتداد الخليج العربي الذي لا فواصل بين شعوبه في العادات والتقاليد واللغة والدين بينهما عهد وتاريخ لا يمحى مع تتابع الظروف أو اختلاف وجهات النظر وفي المعتاد على الشاشات تتميز الصورة الرسمية عن غيرها وهنا كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مستقبلا لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وفعلها الشيخ تميم أيضا باستقبال مستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد في الفترة الأخيرة العولى كانت المدينة التي علت فيها معاني الأخوة والتقارب والتي أنهت زمنا متوترا فيما مضى لكن الصورة الأكثر شهرة هي التي ظهر فيها الأشقاء الثلاثة باللوك غير العادي والبعيد عن الرسمية تماما حيث الابتسامة واللباس الشبابي وكشفت وسائل إعلام سعودية عن لقاء ودي جمع الأشقاء في البحر الأحمر جاءت ردود الفعل عليها واسعة متفائلة من العالم العربي حيث وصفها كثيرون بأنها الصورة التي ستحمل لقب صورة العام بما يحمل من تفاؤل في قادم الأيام لعلاقات متينة تعيد إنجازات مشتركة تجمع خبرة وحنكة أشقاء الخليجي العربي اشتركوا في القناة